السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مرحبا بكم جميعا هذا الشخص الذي نشرت له مقطعا أرد فيه عليه افترى ستة كذبات على الإمام البخاري رحمة الله عليه فنشرت مقطعا مدته يمكن خمس دقائق ولا شيء أعرض كلامه وأبين موضع الكذب فيه ست كذبات يروح يرد علي بمقطع مدته أكثر من خمسين دقيقة يمكن خمسة وخمسين دقيقة ولا شيء من هذا القبيل ما أتى بوثيقة واحدة تثبت صدقه في كذبة من واحدة من هذه الكذبات سأبين كلامه تفصيلا في مقطع آخر لكن هذا مقطع هكذا على السريع لأن عندي مشاغل أخرى عندي أمور أخرى أريد عملها لكن هذا مقطع هكذا سريع فقط لأبين للناس من هو هذا الذي نرد عليه جزء كبير من المقطع الذي يرد علي فيه يقول مثل هذه الكلمات تصبروا عليها لتسمعوا العلم والأدب والتقى يسمع أحد اليوتيوبر لا يفهمون بمكر نعتاد التصيد والافتراء مكر وتحريف الكلام والله مخذول افتراؤه هذا لأن هذا الحدادي مكر الجاهل هذا الحدادي المفتري والكذب انظر إلى جهل هذا الإنسان هذا اليوتيوبر بهذا الافتراءات والجاهلات أن هذا المتربص مخذول هذا جاهل هذا المسكين الحدادي هذا مسكين الحدادي الجهلاء ولا أظنهم يفهمون متعالم المتعالم فهو جاهل لا يقول أنت أنت الجاهل أنت الذي تفتري الكذب لجهله حتى لا تراوخ جهل هذا الجهل يعني هل طمس على عقولهم فلا يفهموا الكلام الحدادية الجهال وتمكر كالعادة يكذب والله ويفتري بجهله من خذلان اللا لهم هذا التكفير يا طحان اللعان تفسيرا لمصطلح الجهل المركب فليستمع إلى هذا اليوتيوب ملأ حلقته من هذا الكلام لو كان عنده رد علمي ويستطيع يأتي بوثائق وكلام من الكتب يثبت كلامه لأتى به لما أتى بمثل هذا سب وشتم كذا يعني أنت لو تجلس بين الرجال وتكثر من هذه الكلام يعني الناس ما يتقبلون كلامك الآن ترون هذه الصفات تنطبق علامة من هو الكذاب من هو الجاهل من هو المتعالم ومن هو الذي خذله الله سبحانه وتعالى في هذا المقطع القصير اسمع ماذا ينقل عن البخاري رحمة الله عليه تعرفون قصة الكموج أنا أحب أقولها كموج كمج هكذا اسمع ماذا يقول البخاري نفسه يقول حركاتهم وأصواتهم يعني يقصد بالقرآن حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم انتبعي الآن حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم يعني حتى لماذا يقول أكسابهم؟ لماذا يقول أكسابهم؟ الآن بدأ يشرح لك لما خرج عن الورقة خرج عن الشيء المكتوب بدأ يشرح لك تعرف هنا من هو المتعالم ومن هو الذي تنطبق عليه هذه الصفات لما يخرج عن المكتوب في عنده شيء مكتوب على الورقة وفي عنده شيء مكتوب على الملقن في شيء اسم الملقن يوضع أمام الكاميرا أنت ما تشوفه لكن الذي يسجل الفيديو يشوفه فلما يخرج عن المكتوب ويأتيك بقى يفيض عليك من علمه يسمع ماذا يقول لماذا يقول أكسابهم؟ ليستدل على قول بعض السلف حين سئلوا عن كتابة المصحف أيبيعونه؟ يعني هل يجوز؟ نعم فالكسب الذي يكسبونه يفسر أكسابهم بأنهم يبيعون المصحف ويكسبون مالا والله ضحكت عليها البارحة ضحك كان يمكن ساعة متأخر بالليل وأضحك وأرسلتها لبعض الإخوة هذا الذي يرد علي تخيل واحد بهذا المستوى يرد علي الكلام عن الكسب هو ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم هذا هو المعنى المراد وليس أنك تبيع القرآن وتكسب مال هذا يفهمه الذين درسوا العقيدة وفعلا هو على فكرة أنا استفدت من هذا المقطع استفدت من حاشيتي هذه التي وضعها على كرام البخاري أن فعلا ليس كل أحد يفتح الكتب ويقرأ لأن في ناس ما تفهم يعني ترى الكلام أمامهم مكتوب واضح لكن هو ما يفهمه لأن عنده تفسيرات في ذهنه تفسيرات فيها جهل مركب فيفهم الكلام وفقها وفي الحلقة التالية سأريكم والله إشياء عجيبة من هذا القبيل ففعلا إذا كان الإنسان يريد أن يتعلم وأن يقرأ كتبه العلم عليه أن يتأهل بداية يعرف الأصول بعد ذلك يقرأ بداية أنت تتعلم عند أهل السنة يعني هو معنى كلامه الآن الذي يفسر فيه كلام البخاري أن أصوات العباد وحركاتهم ومصاريهم فلوسهم بالقرآن مخلوقة فيا أخي يا أيها المتكلم أنت إذا كان هذا مستواك في العلم وهذا مستوى فهمك لماذا تتجرع على هذه الموضوعات؟ أنت عليك أن تتأهل تابع أنا عندي دروس دورية كل جمعة أنا أشرح كتب السلف شرحت كثير جدا من الكتب تابعها تقول عني يوتيوبر روح تابعها روحها روح تعلم أبوي الإنجاز الوحيد اللي أنجزته في حياتك أنك كنت مسجون كل تراثك العلمي أنك كنت مسجون وإيش عملت بالسجن وجاهي ومانك فهمان كتب السلف وتتكلم بهذا الكلام اسمع اسمع يستشهد الآن بكلام لابن قتيبة الدينواري اسمع كيف يقول اسمه؟ ابن قتيبة رحمة الله عليه الدينوري الدينوري الدينواري يقول لك الدينوري حتى اسمه منت ما تعرفها يعني تخيل واحد مثل هذا هل سيخطئ باسم ابن حجر ويقول ابن حجر مثلا؟ أو يخطئ باسم النووي ويقول النوني؟ أو يخطئ باسم السيوطي ويقول الساطي مثلا؟ لا يخطئ باسمائهم لأن هؤلاء علماؤه أما السلف هو ما يعرفهم لا يفهم كتبهم ولا يعرف أسماءهم فلا تتجرأ على شيء ليس لك به قال أكسابهم يعني بيعون المصاحف لا حول ولا قوة إلا بالله روح شوف هو يقول عني كذاب يقول عني مفتري اسمع وهو يدعي هذا الحدادي بأن افتريت الكذب ويقول عني حدادي طيب وهو يدعي هذا الحدادي بأن افتريت الكذب على البخاري طيب أنا الآن أحاجه بمثل منهجه حيث الآن هو سيعلمكم ما هو منهجه بمثل منهجه حين يقول لابد أن تقبلوا طعن السلف في أبي حنيفة مثلا فإن رددنا الطعن يقول هذا الطعن في الطعن ينسب لي أنني أقول لابد من أن تقبلوا طعونات السلف في أبي حنيفة فإن لم تقبلوا بهذه الطعونات فأنتم تطعنون بالطاعن أنا أتحداه وأتحدى أي أحد يصدقه إن بقي أحد يصدقه أن يأتي لي بهذا الكلام سواء من صوتياتي سواء من مقالاتي المكتوبة في الموقع أو المنشورات التي على الفيسبوك أو المواقع التواصل الاجتماعي أو من كتبي أن يأتي بهذا الكلام فإن لم يأتي به فهو كاذب طيب هل يستطيع أن يشهد الله على أنني قلت هذا؟ شوف أي واحد الآن من متابعي يسمعني أسألك بالله العظيم أن كلما دخلت أسألك بالله لتنصر مسلماً إن كنت تراني مسلماً وليتبين لك أنت الحق إذا كنت تتابع فايز وتراه صادقاً أنت عليك أن تتبين لنفسك فلهذا أنا أسألك بالله والسؤال بالله عظيم كلما دخلت إلى فيديو له تقول له هل تشهد الله أن محمد بن شمس الدين قال هذا الكلام؟ أو هل عندك بينه من كلامه؟ فعند ذلك إما أن يزوغ ويلف ويدور في الكلام فعند ذلك تتبين أنك تسمع لرجل كذاب افترى علي كذباً وأنا حي حاضر أتحداه بأن يأتي ببرهان على الكلام الذي نسبه لي أو يشهد الله فيبرئ ذمته فتعرف أنه إنسان إما أنه لا يفهم أو أشهد الله على زر وهو كافر والاحتمال الثالث أن يأتي لي بهذا الكلام أنني فعلاً قلته أو كتبته وعند ذلك يتبين لك أنني أنا الذي أتهم بهذه التهمة التي أقولها عنه أنه كذاب لا أريد من أحد ليس من متابعه أن يفعل ذلك أريد من متابعيه فقط وأستحلفهم بالله أن يفعلوا ذلك أبداً كل فيديو تراه له أكتب له هل تشهد الله أو عندك بينه على أن محمد بن شمس الدين قال هذا الكلام تبين للحق تجرد محمد بن شمس الدين إنسان أنت قد لا تكون تحبه لكن عليك أن تتوثق هل هذا الذي تسمع له صادق أم كاذب في كلامه والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله أراك الذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه فبالجهل محضن يبتدي ويعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر